احنا عايزين بيتنا ده بيت للمسيح ديت يا هزلة ليك في قلبه ما كان مريح ايوه عايزين بيتنا ده بيت للمسيح ونرجع تاني نتكلم في الشخصية اللي كنا ابتدين بها وهي الشخص المدقج والمنظم جدا طبعا الشخصية دي فيها ميزات كثيرة قوي وفيه شخصيات تانية فيها أجزاء منها ومهمة في الحياة وبتأدي مهام كلها بنجاح اتفضل يا دكتور مفيش حد أبدا شخصيته بس منظم ومدقج كل شيء لان هي ذكرت لنا أربع أشخاص الحقيقة دولا أربع أشخاص من أربع مجامية من الشخصيات في كل شخصية زي بصمة الصباع مفيش اتنين في الدنيا زي بعض أبدا فكل شخصية فيها جزء من المنظم ومدقج جزء من القيادي جزء من اللي بيحن داوية فيه جزء ففيه أجزاء كتير بس إذا كان أغلب الشخصية مثلا ستي سبعين في المين منها أو أكتر منها معين فبيبان أن هي أغلبها منظم ومدقج في كل شيء أن الشخصية دي لازمة جدا جدا في المجتمع أنا من غيرها الحكاية تبقى مهرجلة أكيد فده شخص منظم وكل حاجة لكن ما فيه شخصية كاملة لها ميزات قوي مهمة ولها عيوب لها كل شخصيات وكل شخصية ممكن ربنا يعدلها ويحسنها أكيد زي ما غير كتير طب أنا عايزة أسأل حضرتك قبل ما ننقل على حاجة تانية إيه شخصيات في الإنجيل في كتاب المقدس كانوا منظمين أو ممدققين جميع الأنبياء جميع الأنبياء أنبياء كلهم ربنا كان بيختارهم عشان يديهم الرسالة يقولوها بالضبط ويوصلوها بالضبط موسى النبي يوصل النموس كله ووصف خيمة الاجتماع بمنتهى الدقة أنه يجب أن يكون مدقق في كل شيء وبيسمع الكلام ومنظف كلام بيقولو فالأنبياء كلهم كانوا من النوعية دي وكان يعني فيه زيهم ما كانش من طبعا من الأنبياء واحد كان شخصيته قيادية مدققة شاور الترسوسي ده أصبح بروس الرسول طب ده أصبح عاطفي بعد كده أو يعني ربنا غير موسى موسى لما قتل المصري غيره إلى موسى النبي اللي قاد الشعب وشاور الترسوسي اللي كان بينفت قتل وتهديد وبيخود الناس من دمشق ورشليم عشان يقتلوا المسيحيين الله غيره فالشخصيات ممكن تتغير إذا أحسن وإذا أفضل إذا أنا حطيت قول يا رب أرجوك ساعدني وغيرني لأنني عارف عيوبي مش أركز على مزيتي بس لأن الشخصية منظمة دقيقة دي بتتأثر قوي لما تحسن لحواليها تعبم من كد التدقيق والنقد فيطلب يا رب أرجوك ساعدني عشان خاطر المراتي وعيالي والمشتر والمعاية مستريحين فالله بيساعدوا بتدريب معينة فيتغير إلى شخصية أفضل ده بالنسبة للشخصية المنظمة والمدققة في كل شيء طب حلا هتقول لنا إزاي التعامل معها ولا نخليه في الآخر لا التعامل معها لازم الشخص هيتجاوز الشخصية دي أولا الشخصية العاطفية اللي عوزة حنية ومحبة ورومانسية أفضل ما تتجوزش الشخص دي ده بتكلم بقى عن الست لو كانت هي الزجاجات هي رومانسية وحبو ما ينفعش لأنه هو ما بيعرفش يعني كده هو شخص أتشيفر بتاع إنجازات مالوش قوي في المدح ده بالعكس ده بيلاقي حاجة غلط قدامه يعني بتاع كورتي كنترول لو بيشتغل في مصنع مع الدية وقدام مثلا فساتين أو حاجات ينقض الحاجة اللي مش مزبوطة فده اللي ميزة بحاجة زي كده لكن الشخصية العاطفية هتتعب قوي لو جوزت واحد من منظمة ومدقق جدا فبننبه لكده لو هي منظمة ومدقق جدا ممكن تتجوزوا يبوا كويسين أو مع بعض لا مصيبوا كويسين يا دكتور ده هيجننوا الولاد في هيطلعوا على عيال زيهم منظمين ومدققين كده هيحصل كده يعني بس ممكن تمشي لكن أكتر حاجة تتعب هي الشخصية العاطفية إذا جوزت حد منظمة ومدقق فده بالنسبة للشخصية دي تعامل معها إزاي أي حد يفاهم أنه لازم أكون أنا منظمة في ترتيبي ودقيقة في وقت عشان قدر أمشي وبعنده محتاج تشجيع قوي الشخصية دي محتاج تشجيع ومدح فالشخص اللي ينقض ده من جواه فيه فراغ تعبان فمحتاج يتشجع وكل ما شجعه وساعات أواجه بتعبي أنا امراضك دي بحبك بس أنا تعبان من نقدك كتير فأثناء الصلاة مع بعض أو هو الواحد يصلي ربنا هيعدله إلى أحسن فالشخصية تتوقع أن يومة الجوز الشخصي ده هيبقى الصفات اللي حين قلناها دي هي دي حاجة كويسة ومش هي دي حاجة معينة يعني إذا كانت شخصيتها أصلا واحدة قيادية هتمشي مدقيقة هتمشي واحدة بتحتامل هتمشي لكن العطفية بس هتتعب وتاخد بالها أما تتجوز أنها تبقى منظمة شوي عشان تمشي معها نحن عايزين بيت ندى بيت للمسيح ديت يا هسلة ليك في قلبه ما كان مريح أيوة عايزين بيت ندى بيت للمسيح ديت للمسيح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة